حالة مرضية أقل ما يقال عنها أنها عذاب يومي تتألم في صمت في فراشها بعد إصابتها بشلل تام على مستوى اليدين والرجلين هو مرض غريب أجبر فاطمة التخلي عن درستها مبكرا كنت في عمارة 4 سنين ومن بعد أن أمرض كنت نقرأ في السنة أولى ابتدائية أنا ما كملت قرأة ابتدائية حبزت على خطر كنت نمرض بزاف ومن بعد ذلك ساعة كل يوم نملك ما نروحش هاكذا هنا الجزية تعالى ما قدرتش تقول لي بللي نديرو لك عملية بصحف في الخارج في تركيا هما كيبعت لهم هاكا الضوصي تاعي وقالوا كيقرأوا الراديو تاعي قالوا لي إن قدروا نمشيوك عجز الأطباء عن تشخيص هذا النوع من المرض الذي أفقد فاطمة الحركة لم يمنعها من مواصلة رحلة البحث عن العلاج خارج الوطن الذي قد يعيد لها الأمل في الشفاء ويتطلب جمع مبلغ مالي معتبر أحب أن نوقف ونولي نمشي على رجلي كنت أحب أن نقرأ وقاعدا نحاوز نخده وندير بزاف سؤال ما ستقوح ليش هذه الوضعية الصحية أثرت كثيرا على الحالة المعنوية لفاطمة وأملها اليوم التنقل إلى الخارج لتلقي العلاج ترجمة نانسي قنقر